وشهد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدولي في مدينة العالمين الجديدة استعراض النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختمي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022-2023 وأوضح مجلس الوزراء أن النتائج المبدئية للحساب الختمي لموازنة العام المالي الماضي تظهر تحقيق معدل النمو حقيقي بواقع 4.2% كما توضح تحقيق قفائد أولي بقيمة 164.13 مليار جنيه وبنسبة 71.10% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة موضحا في هذا الصدد أن وزارة المالية وفرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم وأضاف مجلس الوزراء أنه تم انتهاج مصار متوازن في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية بحيث يتم تلبية كل احتياجات الأجهزة سواء في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية ترجمة نانسي قنقر